بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و مبارك على عبده و رسوله محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد انتهينا من جمال السجود الظاهر و نريد أن ندخل في جمال السجود الباطن طيب ماذا نصنع الآن قال ابن القيم السجود سر الصلاة و ركنها الأعظم و خاتمة الركعة و ما قبله من الأركان كالمقدمات له و هو شبه طواف الزيارة في الحج حيث أنه ركن فيه أسرار السجود لماذا تشعر في السجود بعض الناس يسجد لأنه ركن من الأركان جاء دوره الآن أسجد و بعضهم يسجد لأن الدعاء فقط يريد أن يدعو و هذا طيب لكن لا شك أن الذي يحرك قلبه بالعبادات القلبية أكثر فهذا أفضل يا ربي ما لا تحب مني أعطيك أعز شيء فيني لن تانوا البر حتى تنفقوا مما تحب فإذا الأمر يأتيك ما هي أكرم وأعز وأشرف منطقة في جسمك وجهي فالجبه والناصية هي أكرم ما في جسمك طيب ما هو أذل مكان حولك الأرض التي أدوس عليها إذن ضع وجهك على الأرض إخواني من أراد أن يعرف طعم السجود فليعلم أمورها أولاً السجود وسيلتك للوصول إلى السعادة السجود باب السعادة كيف انظر معي كيف أن السجود قمة السعادة انتبه نسأل سؤالاً أين توجد السعادة السعادة أين مكانها أين هي أعرف هي في طاعة الله لكن السعادة من أين تأتي سعادة أين السعادة في الأعلى عند الذات الإلهية وكلما ارتفعت أكثر كانت السعادة أكثر وكلما اقتربت من الملك سبحانه كلما اقتربت من الذات الإلهية أكثر كلما كنت أسعد طبعاً ليس المراد ارتفاع الأبدان لكن ارتفاع الأرواح مثلاً أين هي الجنة في الأعلى في السماء السابع أرأيت أعلى أسعد وإن الجحيم في الأسفل كما ذكر ابن كثير ولهذا أرواح المؤمنين إذا خرجت تصعد إلى الأعلى وتقترب من الله أما أرواح العصاد فإنه لا تفتح لهم أبواب السماء سيدخلون إلى السعادة ولهذا أيضاً لما اقترب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من موضع سعادته عند الوفاة جعل ينصب يده ويقول اللهم الرفيق الأعلى حتى قوض ومالت يده صلى الله عليه وآله وسلم إذا كلما ارتفعت أكثر كلما زاد السعادة أكثر ولهذا كانت قمة السعادة في الفردوس الأعلى من الجنة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وما صفتها كيف هي سقفها عرش الرحمن لحظت قريبة من الذات الإلهية فردوس أعلى قريبة من الذات الله لذلك يقول ابن القيم أهلها جارهم هو الله فردوس الأعلى قمة السعادة ولهذا لما كان محل السعادة هناك كانت الأشياء المصعدة والمفرحة تذهب إلى حيث تنتمي قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه و لما أرد الله تعالى أن يخفف على نبيه مكان في مكة و أن يسعده في حذة الإسراء و المعراج رفعه إليه في تلك الرحلة العجيبة حتى اقترب من ربه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى أردنا الآن السعادين السعادة في الأعلى كيف نصل إلى السعادة؟ إذا أردت أن تصل إلى السعادة يجب أن تقترب من هذا العلو يجب أن تصعد و كيف أقترب؟ تريد أن تقترب من الأعلى؟ تصعد إلى الأعلى؟ نعم عليك أن تنزل إلى الأسفل إذا أردت أن تصعد إلى الأعلى فعليك أن تنزل إلى الأسفل كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد الله و لهذا كلما سجدت و تذللت إليه أكثر كلما اقتربت إليه أكثر و كلما ارتفعت مكانتك أكثر يقول عليه الصلاة و السلام من توضع لله رفعه يرفعك إلى أين؟ إلى حيث تكون السعادة ألم أقول لكم أن السعادة في الأعلى؟ السجود سر الفرح و السعادة و لهذا كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتاه ما يسره خر ساجدا لله شكرا له و هو سجود أيش؟ سجود شكر هل عرفت الآن من الذي تفعله طوال هذه السنوات؟ لقد كنت تقترب من ربك قال تعالي النبي كلا لا تطعه و اسجد و اقترب أخواني أليس من خسارة أن لا نستشعر هذا كله؟ المصلي ينزل الأسفل وهو في الحقيقة في الحقيقة نزوله ليس إلى الأسفل في الحقيقة أنت تقترب من الأعلى و لذلك تسبح في سجودك إلى مكان أعلى بكثير إلى السعادة و عندما تسبح ماذا تقول؟ تقول سبحان ربي الأعلى لحظ؟ طاعة لما أمرك فقال لك سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوه والله إن من ألذ الأماكن في الصلاة السجد والله لك أنك تحس بالسعادة تسلل إلى شغاف قلبك وتسكن فيها عندما تسجد يا الله ما أحلى السجدة جسدك يلتصق على الأرض و روحك تقترب من فاطر السماء و الأرض يقول شيخ السلام تيمية تقرب الروح إلى الله تعالى في السجود تقترب كما قال بعض السلف القلوب جواله قلب يجول حول العرش و قلب يجول حول الحش حش عزكم الله موضع نجاسة لذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أكثر من السجود فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجد إلا رفعه الله بها درجة في الجنة و حط عنه بها خطيئة و لا تزال تسجد أكثر و ترتفع في الجنة أكثر تسجد أكثر و ترتفع في الجنة أكثر و بالتالي تزيد السعادة أكثر و تستمر و تستمر طيب إلى متى؟ إلى أن تصل إلى القمة ما هي القمة؟ الفردوس الأعلى أقرب جنة إلى الذات الإلهية التي سقفها عرش الرحمن و التي يسكنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو الدليل على هذا الكلام؟ استمع إلى هذا الحديث عن ربيع بن كعب رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيه بوضوئه و حاجته فقال سلني يعني اطلب مني اسمع الطلب كيف وفقه الله لهذا الطلب فقلت أسألك مرافقتك في الجنة نبي عليه الصلاة والسلام في أي جنة؟ فردوس فردوس قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يعني ما تريد شيء آخر قلت هو ذك أنا أريد هذا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أرأيتم؟ أرأيتم ماذا يفعل السجود؟ هل فهمتم السجود الآن؟ إذن إذا أردت أن تصحد بروحك إلى الأعلى فلابد أن تنزل بجسدك إلى الأسفل ولكن هل الجسد فقط؟ لا هناك شيء آخر يسجد وهو القلب القلب يسجد كما أن الجسد يسجد قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وقيل لبعض العارفين أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال إيوالله يسجد بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيام يقول ابن القيم فشتان بين قلب يبيت عند ربه حتى دخل عليه حتى دخل على الله في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شانه وبهاء كماله كان عليه الصلاة والسلام يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك ويكمل من القيم يكمل يقول حتى دخل عليه وهو مستو على عرشه سبحانه يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون عباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم فيأمر هو فيها سبحانه بما شاء وهو غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين هذا هو سجود القلب أما سجود الجسد فسهل نكمل في لذة السجود بعد هذا الفاصل قال ابن القيم فهذا سجود القلب فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح وعن الوجه حينئذ للحي القيوم وخشعت الأصوات للرحمن قال ابن القيم فيا لها من سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع القلب رأسه منها إلى يوم لقاء ربه مر أحد الأخوة سألني ويقول لي كيف أعرف سجد قلبي أم لا الجواب لا تخف إذا سجد قلبك فسوف تعرف ولا شيء لا يمكن أن يسجد قلبك وأنت لا تشعر به فإذا سجد الإنسان سجودا كهذا فإنه يرفع والله بوجه غير الوجه الذي سجد فيه سيماهم في وجوههم من أثر من أثر السجود يقول مجاهد ليس بالندب بعض الناس يظن هذه البقع السوداء يقول مجاهد ليس بالندب ولكن بالخشوع يظهر استنارة الوجه تظهر هذا في الدنيا وفي الآخرة هناك نور آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم إن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء الغر بياض في ناصية الخيل والتحجيل بياض في أقدامه قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أن عدوك يغار منك إلى درجة أنه يبكي بحسرة من عدوك اسمعين الحديث هذا عن نبي هرالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم إخواني انتبهوا إلى هذا العرض ماذا تشاهدون هذا الذي أمامكم ما هو حاول أن تنظر فيه لقطة عبارة عن أيش هذا شخص توفي وهو ساجد قبض الله روحه وهو ساجد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمع بل إن هذا ساجد ساجد وفي أي مكان تدرون أين إنه المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهدوا معي أيضا كيف أنه ساجد ويده فيها هذا الخيط الأبيض تشاهدونه هذا الرباط الأبيض هذا غالبا يضعونه للحجاج الله أعلم أن هذه الصورة اتخذت له عندما توفي وهو ساجد في أدائه لرحلة الحج وأن هذا غالبا يضعونه للحجاج مع أنه شخص عادي لا يظهر عليه أثر الغنى ولا شيء قال عليه الصلاة والسلام كم من أشعة أغضر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أضر بالله عليكم سؤال من منا يتمنى هذه الميتة من سبحان الله يقبض الله روح الإنسان وهو ساجد يسبح ويدعو وفي المسجد النبوي إن الإنسان أحيانا لا يعرف من الذي يقوله والله لا يعرف من الذي يقوله بل أكثر من هذا الإنسان إذا بعث يوم القيامة فإنه يبعث على ما مات عليه كيف الهيئة اللي مات عليها هكذا نسأل الله من فضله يكون العبده سبحان الله مهموما فيسجد فما يتمالك نفسه حتى يبكي السجد الجميل أخواني والله كل يوم نسجد لكن لربما لا نشعر بذلك يكون مهموما فلا يصبر حتى يبكي فإذا خرت الدمعة وأخرج ما في صدره من شكوى أهم أخذ يشتكي إلى ربه الذي لا تعز الشكوى إلا بين يده وجد أنه قد انشرح صدره ونفرجت عساريره سبحان الله كم خفف السجود من هموم كم نفس على مكروب كم من حاجة منقضت إلا بالسجود كم من دعوة ما استجيبت إلا في السجود ترجمة نانسي قنقر